إذ ارتفع تعرقرام الذهب 20 قرشا في السوق المحلية في أولي يومي الأسبوع الحالي مقارنة مع تسعيرة يوم الخميس الماضي وفقا لتسعيرة نقابة تجار الحلي والمجوهرات التسعيرة المحلية جاءت مع إغلاق الأسواق العالمية يوم الجمعة على ارتفاع طفيف عند ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين دولارا للأنصة مستفيدة من انخفاض الدولار وضعف بيانات التوظيف الأمريكية وتاليا نتابع السعار بيع جرام الذهب والليرة في أولي يومي الأسبوع أما الآن إلى أسعار الغداء فقد تأثرت أسعار الأغذية عالميا بقرار روسيا إلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وفرض قيود على الأرز من الهند ورفع أسعاره بنسبة ثلاثة بالمئة فضلا عن ارتفاع أسعار النفط بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الفاوة بشكل عام كان الارتفاع بالمجمل بنسبة واحد بالمئة فاصل ثلاثة أعشار في شهر تموز مقارنة مع حزيران خاصة فيما يتعلق بالزيوت الآن البداية بالتفصيل ستكون مع الحبوب والقمح التي انقارنها بمن حزيران إلى تموز انخفضت بنسبة نصف أو خمسة أعشار بالمئة وكان ذلك يعز السبب إلى استمرار تراجع أسعار الذرة ارتفاع أسعار القمح واستقرار أسعار الشعيرة أما الآن ننتقل إلى أسعار الزيوت والتي سجلت أكبر ارتفاع في أسعار الغداء وبنسبة 12.10% بعد سبعة أشهر من التراجع المستمر جراء تزايد المخاوف من الإمدادات القابلة للتصدير بعد وقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب ومن الزيوت ننتقل إلى السكر الذي انخفض بنسبة 3.9% وذلك يعود لتزايد الانتاج في البرازيل وتباطئ الطلب من اندونيسيا والصين أكبر بلدين مستوردين للسكر إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام ومن السكر ننتقل إلى اللحوم التي سجلت أسعارها أو أسعارها تراجعا طفيفا في ظل توفير كميات كبيرة للتصدير تزامنا مع ضعف الطلب على الواردات من بعض البلدان المستوردة الرئيسية وأخيرا ننتقل إلى الألبان ومنتجات الألبان بشكل عام التي انخفضت بنسبة 14% وخاصة الحليب المجفف الخالي من الدسم بفعل الشكوك التي تهيمن على السوق بشأن الاتجاهات المستقبلية للأسعار وهو من عكس على أسعار الأجبان التي انخفضت بشكل طفيف والآن كاميرا رؤية استطلعت آراء المواطنين في إربد حول أسعار المواد الغذائية وأكدوا ارتفاع أسعار الزيوت بشكل لافت لنتابع الزيت والسكر اتفاع جنوني باستفاع عالي جدا بالنسبة للأسعار الموجودة بالسوق الآن هي بعد زيمة ما صحيح عليها التغيير بالنسبة للزيت والسكر والمواد التموينية ونحن ناشد الحكومة بتخفيض هذه الأسعار على المواطنين لأنه الآن المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار بالنسبة للرز يعني إذا بدك تشتري بدك تغدد دار بليرا بليرا نص ما بيكف فيك عمنا أسعار نار تعال على الزيت عندك عدة محلات كل واحد بيبيع سعر الزيت يعني قناة الزيت فعبتش طبقتين بليرا وستين بليرا وستين بليرا وسبع إنجلش بعدك كنت بيع بليرا نص بعدك كي بليرا وخفص تبديت معوم يعني إشي ثابت ما فيه أسعار بعد عالي مثل ما هيه والمواطن مكن هو لا ظل فيه واحد يقدر يشتري سكر ويشتري الرز إذن الزيوت والأرز الأكثر تأثرا بقرار روسيا وقف تصدير الحبوب إذ ارتفعت أسعارهما في تموز بشكل لافت بحسب ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة كما سجلت باقي المواد الغذائية الرئيسية تراجعا طفيفا وأمام هذا الواقع يبقى السؤال عن مدى عكاس ذلك على الأسعار وتوفر مخزون كاف في الأسواق المحلية ينضم إلينا الآن نائب نقيب تجار المواد الغذائية الأستاذ خلدون العقاد مساء الخير أستاذ خلدون سمي موري على عموة شكرا لك إذن أستاذ خلدون بداية هل تأثر الأردن باضطرابات سلاسل التوريد العالمية بعد وقف العمل باتفاق البحر الأسود بالنسبة لجميع المواد الغذائية بما فيها الحبوب أيضا أستاذ خلدون المعذرة أستاذ خلدون أجد صعوبة في سماعك يبدو أن هناك مشكلة هل تستطيع حل هذه المشكلة أو هل تستطيع أن تسمعني فعليا سنعود إليك أستاذ خلدون بعد حل هذه المشكلة شكرا جزيلا لك ولنا عودة في ظل تهديدات الأمن الغذائي والتغير المناخي وجد العلماء في كوستاريكا حلا بالاحتفاظ بالبذور في بيئة تساعدهم أعلى الرجوع إليها في أي وقت يحتفظ علماء في قلب منطقة جبلية من كوستاريكا بكنز من البذور جمع على مر العقود ليكون ضمانة بوجه تهديدات عدام الأمن الغذائي والتغير المناخي ويتم الاحتفاظ بحوالي 6200 عينة تمثل أكثر من 125 نوعا مختلفا من النباتات ذات الاستخدام الغذائي في مركز البحث والتعليم في مجال علم الزراعة الاستوائية لدينا هنا أصناف تكيفت جيدا مع المناطق الراطبة وأخرى تتحمل الجفاف لذا فمن ناحية الاستجابة لتغير المناخ لدينا هنا موارد مهمة للأمن الغذائي مكيفة محليا لأنها مواد أصلية تمثل موردا قيما للغاية لأي منتج وتعطي الاستدامة للأنظمة الغذائية الزراعية في منطقتنا وتخزن بعض البذور في حرارة متدنية تصل إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر ويمكن في هذه الظروف الاحتفاظ بها بدون أن يطالها أي تلف لمدة تصل إلى 40 عاما لدواع البحث والهندسة الجينية لإنتاج عينات أكثر مقاومة للطفايليات والأمراض أو حتى التغير المناخي أو لتبديل أجناس في طور الانقراض أما البذور الأكثر دقة مثل بذور أشجار الفاكهة فيتم زرعها وأفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أن 735 مليون شخص يمثلون 9.2% من سكان العالم عانوا من الجوع عام 2022 في وقت ينعكس التغير المناخي على عدد متزايد من المزرعات ترجمة نانسي قنقر